اعتبر الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستفان ديمستورا الأربعاء أن الوضع في إدلب سيكون أسوأ بستة أضعاف مما كان عليه في الغوطة الشرقية في حال تكرر سيناريو الغوطة في محافظة إدلب وقال ديمستورا خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن للبحث في الجانب السياسي من النزاع في سوريا إن الوضع في هذا البلد بات معروفا ويتضمن قصفا ثم مفاوضات ثم عمليات إجلاء وأوضح المبعوث الأممي أنه يوجد في إدلب ما يقارب مليونين وثلاثمائة ألف شخص نصفهم من النازحين وليس أمامهم أي مكان يلجأون إليه وأشار أيضا أن المحادثات الأخيرة التي جرت في أستانا كانت بناء وتركزت حول إجراءات الوقاية لتجنب وقوع السيناريو الأسوأ في إدلب حسب وصفه